بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين السادة أعضاء الحكومة الأفاضل السادة إطارات الدولة المحترمون السادة الضيوف الكرام لا أريد أن أخصص يعني معنا قامة إعلامية ومسؤولين إعلاميين من الوطن العربي ومن إفريقيا وقامت إعلامية من جزائرية جاءتنا من الخارج يعني كلكم جميعا يسعدنا أن نرحب بكم الأسرة الإعلامية العزيزة وعائلات الإعلاميين الراحلين تغمدهم الله برحمته الوسعة السلام عليكم جميعا ورحمة الله تعالى وبركاته يسعدني بداية أن أرحب بكم جميعا وأخص بالذكر الضيوف الذين جاءون من خارج الجزائر ونحن نحيي اليوم اليوم الوطني للصحافة الجزائرية عرفانا وتقديرا لها وتكريما نظير التضحيات الجليلة التي قدمها الإعلاميون الجزائريون على مر التاريخ وبمناسبتها يتم سنويا إطلاق جائزة السيد رئيس الجمهورية للصحافة المحترف وهي في هذه الدورة في طبعتها التاسعة واليوم نحن نعيش الذكرى العاشرة لترسيم احتفالية اليوم الوطني للصحافة عام 2013 و22 أكتوبر هو كان اختيارا بمناسبة صدور جريدة المقاومة يوم 22 نوفمبر 1956 وبالمناسبة أرحب تلحيبا خاصا بسيد أحمد دوم المفروض يكون معانا اليوم وهو أحد المؤسسين لهذه الجريدة لجريدة المقاومة أطال الله في عمره وهو بدون شك يشاركون هذه الاحتفالية وأنا على يقين أن السعادة تغمره لأنه يكون بدون شك قد توسم أننا خير خلف لخير سلف ونتمنى أن نكون كذلك نحيي اليوم هذه الذكرة وقد أنهينا تجسيد ما تبقى من الالتزامات الانتخابية للسيد رئيس الجمهورية بخصوص قطاع الإعلام حيث صادق البرلمان الجزائري بغرفتيه الأسبوع الماضي على قانون نشاط سمع البصري وقانون الصحافة المكتوبة والإلكترونية يبقى فقط تنصيب سلطتي الضبط ومجلس أداب وأخلاقية المهنة إن شاء الله سيكون قريبا وإنني على يقين أن السيد رئيس الجمهورية لن يتوقف عند هذا الحد بل سيسعى جاهدا خلال السنة المتبقية من عهدته الانتخابية لتحقيق مكاسب أخرى لفائدة قطاع الإعلام على غرار الجزائر ميديا سيتي التي وضع حجرها الأساس يوم خمسة يوليو 2023 هذه السنة هي المرة الأولى التي نحيي هذه الذكرى بمثل هذه الاحتفالية البهيجة بحضوركم ومشاركتكم حيث كانت في وقت سابق تقتصر على جائزة رئيس الجمهورية للصحفي المحترف لذلك نظمنا هذه السنة ندوة فكرية حول الإعلام والتحديات الراهنة ينشطها مجموعة من الإعلاميين الجزائريين وغير الجزائريين وهم نخبة من الإعلاميين في الوطن العربي عامة إذن هذه الندوة لتزامنها مع التحولات الجيوسياسية في العالم وعلى رأسها النقلة النوعية في القضية الفلسطينية والاعتداء الهمج الصهيوني على قطاع غزة الذي أفرز تعامل غير مهني وغير أخلاقي للإعلام الغربي عموما وكذلك الحرب بين روسيا وأوكرانيا التي انعكس عنها تحولا جذريا في الممارسة الإعلامية العالمية فضلا عما يحدث من توترات عالية الحساسية في منطقة أسيا وكل تلك التحديات والتحولات وغيرها طبعا تفرض علينا العديد من المسألات وطنيا وإقليميا وحتى على مستوى الأحرار في العالم ولأن الصحفيين الجزائريين من طلائع الصحفيين في العالم في النضال والتضحية في سبيل التحرر الوطني وفي سبيل كل المظلومين والمقهورين في العالم وفي سبيل المبادئ الوطنية التي عبر عنها بوضوح بيان الثورة الجزائرية واحد نوفمبر الخمسين فإن وزارة الاتصال قرر التكريم العديد من الوجوه الإعلامية بعضهم قضى نحبه رحمهم الله وبعضهم لازال حيا يرزق وبعضهم لازال يكتب ويعبر أطال الله في أعمارهم جميعا والحقيقة أن كل الإعلاميين يستحقون التكريم لكنكم تعلمون أنه من غير الممكن تكريم الجميع دفعة واحدة لكنها سنة حميدة إن شاء الله سنعمل على الحفاظ عليها وبالمناسبة أترحم على أرواح الإعلاميين الذين فارقون مؤخرا منهم من فارقنا خلال الأسبوع الماضي مثل جمال بوعطة من وكاة الأنباء وأكل حموني يشتغل في جريدة المجاهد وكذلك في جريدة الوطن ولنا أيضا زملاء إعلاميين مرضى نتمنى لهم الشفاء العاجل وأن ينزل عليهم الله عز وجل شفاءً لا يغادر سقما أذكر منهم مثلا محمد لمسان هو موديل إنتاج بالقناة الإذاعية الأولى ويعالج في تركيا حاليا حورية عماري هو صحفية بجلدة شروق تعالج حاليا في مستشفى بعنابة حافظة علوان أجلت عملية جراحية مؤخرا نتمنى لهم جميعا الشفاء العاجل كذلك استحدثت الوزارة شهادتين تقديريتين أطلقت على الأولى تسمية شهادة الريادة الإعلامية تخص المؤسسات الإعلامية الجزائرية تكريم للمجهودات التي بذلتها لسنوات طويلة وأقول أيضا أن كل المؤسسات الإعلامية الجزائرية تستحق التكريم والتقدير لكن المنطق السليم لا يقبل تكريم الكل دفعة واحدة وإلا فقدت تكريم نكته أما الشهادة الثانية فقد أطلقنا عليها تسمية شهادة التمييز الإعلامي وتخص الصحفيين الذين تميزت برامجهم وكتاباتهم عن زملائهم ونظرائهم واحتفالية هذه السنة تزامنت مع اليوم العالمي لذوي الاحتياجات الخاصة لذلك قررت الوزارة تكريم عددًا من الإعلاميين المتميزين من هذه الفئة كذلك خصصت الوزارة تكريمًا خاصًا ستكتشفونه خلال هذه الاحتفالية لا يمكنني أن أختتم هذه الكلمة بدون أن أترحم على أرواح صحفيين الفلسطينيين الذين ارتقوا شهداء جراء العدوان الصهيوني الجبان ولا بد لي أيضًا أن أندد باستهداف هذا العنوان لما يقل عن خمسة وخمسين صحفي وبعضهم لازال في تعداد المفقودين أشكر في الختام السيد رئيس الجمهورية الذي رعى بطيبة خاطر هذه الاحتفالية الكبيرة ورافقها بإشرافه وتوجيهاته الثمينة ولا يفوتني أيضًا أن أشكر كل من سهم في نجاحها لا سيما شركتين اتصالات الجزائر وشركة موبيليس شكراً لكم جميعًا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكراً لكم